السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان شكرا على كل شخص سأل عني يوم أمس صراحة كنت يعني عند التزامات عائلية فلم أتمكن من عمل فيديو يوم أمس أما اليوم راح نتكلم عن مواضيع هامة يتناولها الإعلام الألماني والصحافة بأهمية كبيرة جدا جدا أول أمر راح نتكلم به هو أخبار الحكومة الألمانية الجديدة أو الحكومة الألمانية القادمة أصدقائي بعطلة نهاية الأسبوع القادمة من المقرر أن يتم حسم مفاوضات الحكومة الألمانية الجديدة بين تحالف شهرات المرور اللي هي الحزاب الثلاثة الاشتراكي والديمقراطي الحر والخضر ولكن هناك مشاكل هامة مشاكل رئيسية لم يتم حسمها حزب الخضر والديمقراطي الحر ليسوا راضين من عدم أو على عدم وجود زيادات ضريبية مثلا ضريبة الثروة اللي تم إلغاءها يعني بهذه المباحثات الائتلافية وضريبة الميراث هذا الأمر إلغاء هذه الضرائب أو عدم تطبيق هذه الضرائب أزعج هذه الأحزاب ولم يتم حسم الكثير من الضرائب مثل ضرائب المناخ وهذا الأمر كلنا نعرف أنه حزب الخضر كان يعني يهدف إلى تطبيقه ضرائب أكثر لأجل حماية البيئة لم يتم حسم أمر تسليح الطائرات بدون طيار هذا الموضوع عمل ضجة في ألمانيا والموضوع الثاني لم يتم حسم موضوع أنه ألمانيا كنا نعرف أنه هي عضو بحلف الناتو وهذا الأمر ليس مجاني بل ألمانيا تدفع وكل دول حلف الناتو تدفع 2% من الناتج المحلي الكلي للبلد يعني كم هو الناتج المحلي الكلي لألمانيا 2% منه هو إجور لعضوية حلف الناتو طريقة التعامل مع الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة على الأراضي الألمانية لم يتم حسمها لما لا يعلم أصدقائي يوجد في الأراضي الألمانية عدد كبير من القنابل النووية والصواريخ الأمريكية محملة برؤوس نووية التي بكبسة زر من أي رئيس أمريكي من حالي مثلا جو بايدن أو قبل ترامب أو يعني الرئيس القادم كبسة زر واحدة تجعل أي رئيس أمريكي يتحكم بالصواريخ أو بالقنابل النووية الموجودة في ألمانيا هذا الأمر عملاته ألمانيا أو يعني هو جزء من الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين ألمانيا وأمريكا بعض الأمور التي تم حسمها أصدقائي هو إنشاء وزارة بيئة جديدة قوية وفعالة يعني وزارة من أجل حمالة البيئة وتم يعني حسم الأمر بشكل يعني شبه نهائي أنه رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليدنا هو سوف يكون وزير المالية القادم هذا الرجل اللي يتابعني من فترات طويلة هو صاحب فكرة الاستثمار بصندوق المتقاعدين من أجل زيادة يعني أموال صندوق التقاعد كنا نعرف أنه متقاعدين يزال عددهم باستمرار والطبقة العاملة يقل عددها في ألمانيا تم استخدام أموال المتقاعدين وتم صرف أموال المتقاعدين على إجراءات كورونا وعلى إشياء أخرى والآن هناك أزمة بصرف روات المتقاعدين هذا الرجل صاحب فكرة الاستثمار بهذه الأموال من أجل يعني زيادتها أصدقائي الموضوع الثاني تتكلم بالصحافة الألمانية هو تداعيات أسعار البنزين والأرقام القياسية العالية اللي يوصلها سعر البنزين والديزل طبعا جمعية الطبقة المتوسطة في ألمانيا مثل شتاند في باند هذه الجمعية دعت إلى إعفاء ضريب عاجل على أسعار الوقود وطالبت بتخفيف الأعباء التي تضرب الفقراء والطبقة المتوسطة بشدة أعباء ارتفاع سعار الوقود وقالت أن ارتفاع سعار الوقود سوف يجعل الاقتصاد الألمانية تباطئ بالنمو والأمر سوف يكون كارثي ومدمر للبلاد ونشرت الصحافة الألمانية معلومات حول كمية الضرائب وأنواعها التي تفرض على كل تر واحد من الديزل أو البنزين بعبارة وباخرى أصدقائي سوف لن تصدقون كم يبلغ سعر الديزل لو أزلنا منه ضرائب الطاقة وضرائب الميرفيتشتوية في ألمانيا أو يعني البنزين أو الديزل أصدقائي كل تر بنزين واحد تقريبا عليه 65 سنت ضريبة الطاقة زائد ضريبة قيمة مضافة يعني ضريبة أخرى تفرض على المحروقات كل تر ديزل عليه 47 سنت ضريبة الطاقة ويعني الجزء الآخر هو ضريبة قيمة مضافة طبعا البنزين والديزل يعني ليس كل شيء بالحياة هو ضريبة قيمة مضافة وضريبة الطاقة هناك شيء يسمى إجور محطة الوقود وإجور النقل وهو له أيضا سعر عندما يأتي إلى ألمانيا يكون ألمانيا بلد ليس بلد نفطي يعني أصدقائي لو لم يكن هناك ضراب على سعر البنزين لو تم فقط فرض إجور المحطة والنقل على سعر لتر البنزين ربما لكان السعر الآن تحت الـ 80 سنت علما أن أسعار البنزين الآن هي بحدود المية وثمانين سنت للتر الواحد يعني يورو وثمانين سنت هذا كله قد يعتبر مجرد بداية لخطط الحكومة اللي هي زيادة ضريبة الانبعاثات الحرارية طبعا جمعية الطبق الوسطى تقول أن استمر الأمر بما هو عليه بالإضافة إلى الزيادات المستقبلية القادمة على هذه الأسعار سوف تحصل أزمة بالتوظيف في ألمانيا وأزمة بنمو الشركات وسوف تزيد معدل الفقر عند السكان وسجلت أسعار الوقود أصدقائي رقم قياسي خلال هذا الأسبوع وصل سعر لتر الديزل بالمتوسط يورو وخمسة وخمسين سنت وسعر البنزين السوبر أويرو عشرة إلى مية أو واحد يورو وثنين وسبعين سنت والبنزين السوبر هو يعني يلامس اليورو وثمانين سنت أصدقائي نجي للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو موضوع مثير جدا للجدل تم طرحه في وسائل الإعلام الألمانية وهو أنه طالبي اللجوء في ألمانيا يشتكون من الحكومة الالتحادية أو من ألمانيا ويتهمون ألمانيا باتهامات كبيرة جدا جدا طبعا هذا هو أحد أكثر الأخبار انتشارا بألمانيا هذا اليوم وهو دراسة تم إجراءها في جامعة كيل عن ظروف طالبي اللجوء في ألمانيا الدراسة تم إجراءها بين شهر عشر 2020 وشهر الثنين 2021 النتيجة أن طالبي اللجوء في ألمانيا يقولون أنهم غير راضين على الحكومة الألمانية أو على ألمانيا وأنه تم معاملتهم معاملة جدا سيئة وظروف مساكن اللاجئين حسب الدراسة جدا رديئة ويتم معابلتهم بعنصرية من قبل موظفي السيكيورتي وحتى الأطباء وحتى مسؤولي الكمبات التي يقيمون بها مجانا يعني مساكن اللاجئين الفنادق أو البنايات أو العمارات هم كلهم يعني مسؤولين عن سوء معاملتهم بعض اللاجئين حسب المصدر يشتكون من أن الطعام الذي يقدم لهم مجانا هو غير لذيذ وغير جيد ويقولون أن غرف نومهم وإقامتهم سيئة والشرطة تعاملهم بإسلوب خشن وتقول الصحافة الألمانية أن هذه الإدعاءات قاسية ووحشية وإن كان الصحيحة يجب أن يتم إجراء التحقيقات جدية بشكل عاجل خصوصا وأنه بالوقت الحالي بحلول نهاية شهر 9 أو شهر إلول سبتمبر وصل إلى ألمانيا حوالي 100 ألف طالب لجوء هذا العام يعني من شهر 1 إلى شهر 9 100 ألف طالب لجوء وصل إلى ألمانيا وهي زيادة كبيرة عن عام 2020 بمقدار 35% الدراسة التي تم إجراءها على آراء طالب اللي جوء في ألمانيا هي في ولاية بريمن وهيسن وتوغنغن وبافاريا وبراندنبوغ وهامبورغ الغالبية العظمى من اللاجئين كانت رأهم سلبية وتحمل اتهام كبير لألمانيا بعضهم يقول أن وضعهم أشبه بسجون وأنهم نادمون لأنهم أتوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وأنهم يعني وعوائلهم يصبحون بحمامات مفتوحة يعني أماكن الاستحمام تكون غرفة كبيرة أو يعني حمام كبير به عدد كبير من الدوش وكلهم يستحمون وناس تنظر إلى الآخرين علما أن هذا الموضوع يعني هذا النظام نظام الحمامات يعني هو نفسه موجود بالنوادي والحمامات والمسابح في ألمانيا هكذا هي أماكن الاستحمام البعض الآخر من اللاجئين يشتكي من أن موظفي المساكن كانوا يدخلون عليهم وهم نائمين بغرف نوهم بالمساكن يعني طبعا هذا ما تم نقلة بموقع فوكس أونلاين ومن يحب أن يطلع على المزيد سوف أترك الرابط يعني بأول تعليق لكي تقرأوا بقية التفاصيل باللغة الألمانية ومن ضمن التفاصيل هي إفادات اللاجئين أصدقائي الموضوع الآخر هو باختصار تتكلم الصحافة الألمانية عن مشكلة موجودة بالبلاد وهي إفلاونزا الخنازير وإفلاونزا الطيور التي ظهرت هذا العام بألمانيا في مكلنبوك فوبومن كان هناك شاب عمره 17 عام شعر بسوء بحالة الصحية صار عنده حمى وصار عنده سعال وصار عنده تعب شديد كان لدى أهله شك بأنه هو مصاب بكورونا فتم عزل الشاب بالمنزل لوحده وتم إرساله إلى المشفى عنده وصوله إلى المشفى تبين أن لديه مرض إفلاونزا الخنازير الخطير على حياة البشر والمعدي بشكل شديد وعنده تحقيق الأطباء معه أكد لهم أنه كان يعني على تواصل أو على اتصال أو لمس مع الخنازير تم عزله وعلاجه ولكن ماذا لو كان قد لجأ إلى الفراش بدلا من المشفى وماذا لو كان قد نقل المرض لأهله ولأصدقاءه بهذا الخصوص يجيب الطبيب البيطري من مكلنبوغ من معهد فريدريش لوفا أنه لو حصلت هذه الحالة أو هذا الأمر كنا قد شهدنا تفشي الوباء في شمال ألمانيا مركز متابعة الأوبيئة في ألمانيا يتكلم عن إبادة آلاف الخنازير بعد هذه الحادثة لمنع انتشار المرض وفي ولاية أخرى يقول مركز مراقبة الفيروسات في نيدرزاكسن كان هناك تفشي لإفلاونز الطيور وأحد الأسباب المعتقدة للتفشي هي حقول تربية الديكورومي أو أماكن تربية الديكورومي وأماكن مبيته هذه الأماكن تكون مفتوحة على عكس أماكن تربية الدجاج التي تكون مغلقة لذلك الأماكن المفتوحة تكون أكثر عرضة لدخول الفيروسات من الخارج مثلا طير مصاب بالمرض يأتي إلى داخل أماكن تربية الديكورومي كون الأماكن هي مفتوحة وينقل المرض للديكورومي الذي بدوره ينقل المرض إلى البشر أثناء استهلاك الديكورومي أو أثناء تربيته وآخر حالة لإفلاونز الطيور كانت قبل عدة أيام في هذا الخريف لبط مهاجر نافق عثرة عليه قبل أيام قليلة في ولاية شليزبيك حتى الآن لم تصدر تقارير يعني عالية المستوى تحذر من هذه الأمراض ولكن هذا هو ما تم نقل بالصحافة الألمانية وما ركزت عليه أيضا منظمة الصحة العالمية عن تقارير من ألمانيا بهذا الخصوص نجي الموضوع الأخير سوف نتكلم عنه باختصار الإصابات أنا لم أتكلم عن إصابات كورونا بالأيام الماضية منذ فترة طويلة كون الأمور يعني كانت مستقرة لم تشهد تطورات جديدة ولكن الآن يزداد معدل الإصابات اليومية لليوم الثاني عشر على التوالي وتزداد حالات الوفيات بشكل يومي تم تسجيل 6771 حالة 88 حالة وفاة ومعدل إصابات المئة ألف نسمة في كل سبعة أيام ارتفع إلى 75.1 لهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا لوقتكم أصدقائي نلتقي بالفيديو آخر إن شاء الله مع السلامة